السلام عليكم يعطيكم العافية الثالث حبايب اليوم إن شاء الله مكملين مع بعض بتدريبات درس في الطريق وصلنا مع بعض لصفحة 60 نحن الآن عند التدريب الرابع ياريت نكتب التاريخ 19-12-2020 ميلادي طبعا اليوم الخميس الآن السؤال الرابع أملأ الفراغة على نمط المثال الآن شوفوا يا ثالث إحنا في عنا قواعد للتمرين الموجودة هون ولكن إحنا ما منعطيها لأنه هاي القواعد تاب على الفصل الثاني وبالفصل الأول أخذنا كمية قواعد كافية يعني ما في داعي نرد نوخذ قواعد إضافية هي أصلا موجودة بالفصل الثاني خلينا نشوف المثال شكر فادي أصدقائه لاحظوا شكر فعل ماضي شكر فعل ماضي أشكر أصدقائك أشكر فعل أمر إذا لاحظوا يا ثالث أنا بالفعل هون أنا بالجملة هون حولت الفعل الماضي لفعل أمر شكر فادي أصدقائه صارت أشكر أصدقائك أشكر أصدقائك أنا هون أعطيت معلومة إنه فادي شكر أصدقائه هون وجهت كلامي لشخص معين حكيت له أشكر أصدقائك طلبت منه إنه يشكر أصدقائه الآن في عندي هون يا ثالث كتب سمير درسه كتب فعل ماضي كيف بدي أحولها لفعل أمر فراغ درسك برافو عليك يا سيف بتصير أكتب درسك وطبعا بنساش السكون اللي هي علامة الفعل الفعل الأمر في عندي هون مسح الولد حذاءه مسح فعل ماضي طيب كيف بدها تصير بفعل الأمر أحسنت امسح لاحظوا السكون امسح حذائك امسح حذائك أعطيت أمر عندي هون حمل حمزة كتبه فراغ كتبك كي بدي أحول حملة اللي هي فعل ماضي لفعل أمر برافو عليكم احمل طبعا كيف حولت عفوا احمل السكون ما ننساها كيف حولت سماعي حولت سماعي ما مشيت على قاعدة معينة أنا حولت سماعي لكن اللي بدي إياكم تعرفوه هون أنه أنا قاعدة بحول الفعل الماضي لفعل أمر الفعل الماضي حركته فتحة فعل الأمر حركته سكون ما ننسا لما أطلب منك تحول للفعل الماضي لفعل أمر أو لفعل مضارع والعكس ضروري أنك تضبط الحركة شو يعني تضبط الحركة حولت لفعل ماضي حط الفتحة حولت لفعل أمر حط السكون حولت لفعل مضارع حط الضمة تمام يا ثالث هاي معنى أضبط الحركة الآن السؤال الخامس بدنا نفشقه إن شاء الله يوم الثلثاء القادم أو الأربعاء رايحين نأخذ قاعدته وبنأخذه التمرين نفسه بنرجع له رجاء ما حدا يلمس هذا التمرين ما بدناش نحل عليه السؤال السادس أضيفوا واو ونون للكلمة ثم أقرأ بدنا نزيد واو ونون يلعب لا عفوا يلعبوا لاحظوا لاحظ يلعبوا فعل مضارع طب فعل المضارع هذا بدلني على إنه قديش واحد قاعد بلعب يلعبوا يلعبوا أحسنت يلعبوا بدلني على إنه شخص واحد يلي عماله بلعب هون يلعبونا يلعبونا شوفوا الواو ونون طيب عندي هون ينزلوا إذا زدنا لها واو ونون شو بتصير أحسنتم ينزلون يخرجوا شو بتصير يخرجون أحسنتم يا ثالث يصعدوا إذا زدنا لها واو ونون شو بتصير يصعدون لاحظوا لساتها فعل مضارع لساتها الأفعال فعل مضارع ولكن بس أضفت الهوا ونون طبعا هاي الصياغة يا ثالث اللي بتنتهي بواو ونون لفعل المضارع احنا بنسميها فعل من الأفعال الخمسة هي وحدة من صياغ الأفعال الخمسة ولكن أنا لصف ثالث ما بهمني أني أخذ الأفعال الخمسة أنا بهمني أنكم تميزوا فعل المضارع تميزوا فعل الأمر تميزوا الفعل الماضي وحركاتهم وبس أكثر من هيك ما بهمني أنكم تعملوا لأنه هاي الأشياء بنأخذها في مراحل جديدة في الفصل الثاني في الصف الرابع في الصف الخامس فالآن مش مهم إنه نتعرف عليه خليها لوقتها تمام بهيك يا سالة أنا أنهيت درسي لليوم إن شاء الله يوم الأحد بنكمل مع بعض وبنأخذ كوز بسيط أو اختبار بسيط بالقواعد يلي أخذناهم في الدرس هذا وفي الدرس السابق يعني بالجموع وبتاء التأنيث وتاء المتكلم يعطيكم الف عافية ثالث ترجمة نانسي قنقر شكرا